معلقة واحدة هتضفها للطعمية هتخليها هشة وجميلة واحلى من الطعمية كمان اللي بنجيبها من برا كمان هتفرق معي في التخزين بتاعها في الفريزر فتعالوا النهاردة كده لما اقولكو شوية التركات اللي هنعملها في الطعمية علشان تكون تعمة وحلوة واحسن كمان من العجينة الجازة اللي بنجيبها من برا وعلى الرغم اننا نزلتها معاكو قبل كده كذا مرة ولكن بيجي تعليقات ان برضو بتفك مش مظبوطة كلام ده كله على الرغم ان هي هي اللي بعملها قدامكو قلتلكو على كل التركات هقولها لكو تاني بالتفصيل وهقولكو بقى المعلقة اللي بتخرق دايما في التخزين بتاع الفلافل او الطعمية في الفريزر وكمان في العمال بتاعتها بدون رغي كتير خير لنا سريعا نبدأ الاصفة بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكو في قناتي مطبخ شيري ايزي اندكوك يارب تكونوا بخير وصحة وسعادة الاول مرة يشوف قناتي انا شيري بعمل الوصفات للمبتدئين والمختربين وسيلة اولى جواز وكمان عاملة سلسلة للحال والتدابير المنزلية والمطبخية تقدروا انكم تشوفوها كمان على القناة فضلا وليس امرها نسكروا لا لايك وشير واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم اني اشعار بكل جديد تعالوا بقى نهاردة نشوف الفلافل او الطعمية البيتي اللي بتكون العجينة بتاعتها مختلفة عن العجينة اللي برا لكنها بتكون احلى وانضفة كتير جدا شوية التريكات اللي هقولكو عليها هتفرق معاكو في العميل وكمان اه في التخزين بتاعه اول حاجة انا كده كان معايا كوباية ونصف تقدروا تعملوا اي الكمية اللي انتم عايزنا الكمية اللي انا عملها النهاردة هي كوباية ونصف من الفول غسلتهم كويس جدا نقعتهم اربعة وعشرين ساعة مش من بالليل لصبح نقعتهم اربعة وعشرين ساعة وغيرت عليهم المية حوالي ست مرات تقدروا انكم تنقعهم بقى من بالليل لصبح زي ما انتم عايزين ولكنها افضل لما بتتنيع اربعة وعشرين ساعة دي اول تركيه كده معانا من النهاردة بعد كده بابدأ ان انا اخد انا معنديش مفرمة معايا كبة هنا بابدأ ان انا احط نصها الفول ولازم تزاودي عليها مية بتحتي الصنطي كده من تحت مية لازم 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 علشان تحافظي على الكبة بتاعتك من غير ما تتحرق تفضلي بقى انك تضربهم كلهم زي ما انتم شفتي كده ويكون جنبك كده مصفة وتحتيها طبقة علشان هنصفي منها المية اللي احنا لسا مزودنا بعد كده بقى معانا الخضروات والخطوة دي مهمة بصلي صغيرة قوي سبع او تمام فسوس من التوم وربع ربطة آآ كزبرة وبقدونس مع بعض مش هنزود الخضروات اكتر من كده ولازم لما تجوا تنزلوها تاني في الكبة علشان تتضرب معاكم بكل سهولة وما يبقاش في حتة طويلة او في عيدان او كلام ده كله نزلو معاها شوية من الطعمية او الفل الماتشوش اللي احنا ضربينه مع بعض هتتضرب معاكم بكل سهولة يعني بعكس انكم لو ضربته الخضار بس الوحي وفي الكبة تقدر هنا بقى في الخطوة دي انكم تقلبوهم كلهم مع بعض ما تقطروش الخضرة اكتر من كده يا جماعة ولا ولا البصل لانه هينزل ميته بعد كده وهيخلي طعمها مش حل وطعمها تبقى غمقى معاكي وده القوائم اللي احنا محتاجينه بعد ما نصفي منها المية ما ينفعش ان احنا نصفي كل المية هتطلع معاكي مفرولة وهتفك منك في الزيت لازم تخلي تلات تربع تنزلي تلات تربع المية اللي احنا زودنها في المصفى وهنخلي ربع مية جوة العجينة اساسية يا جماعة لازم تكون زي ما انتم شفتوا القوام بتلزق في المعلقة والطعمية ما بتنزلش من المعلقة غلا من اللي بضربها بيدي ده القوام المزبوط تعالوا بقى الاهم مرحلة وهي المعلقة اللي هنضفها للطعمية بجيب ربع معلقة صغيرة على سن المعلقة هنحط بيكينج سودا او البيكربونوتو ودي اساسية علشان تحافظ على الطعمية في الفريزر يفضل لونها فاتح وما بزودش اي حاجة تاني اطلاقا على الطعمية قبل ما بفرزها يا جماعة عشان انك تحطي ملح عشان ما يسردش تعمية الخضرة دي ما تسردش المية والبصل يسود الماء بتاعتو في الفريزر وكمان العجينة هتبوز منك او مش هتبقى حلوة يا تبقى سليمة بس مش هتبقى حلوة معيك وتعموها زي ما اكنك لسه شاريها او عاملها انا خزنت اربعة كياس بالشكل اللي انتم شايفينه ده بحطهم بطتين كده علشان يبقى شكلهم حلو وفي نفس الوقت يكونوا محافظين ان انا اول ما اطلعها من الفريزر يفق على طول بعد كده بعمل العجينة دي بقى الباقية الشوية دول بقى انه هعملها معيكو اهو علشان شوفوا ان هي مش هتفك في الزيت بحط عليها بس شوية صغارين من الملح رشة كمون ورشة كسبرة فقط لا غير وبحط في الاخر سمسم وده اختيري بلومهم كويس جدا مع بعض وما بحطش بيض ما بحطش خل ما بحطش اي حاجة تاني اطلاقا طالما انا لصدر بها دلوقتي هوريكو كزا طريقة للتشكيل اول طريقة بالمعلقة الصغيرة بشكل كده بيها تاني طريقة وهي الطريقة بتاعت المكبس بتبرلول اول مياه وبعد كده بتعملوه على شكل الكون وكده لازم تكون الطريقة اللي انتم شايفينها دي مش مسطحة علشان لو عملتها مسطحة ودخلت الزيت بعد ما بتخرج بتبقى ما فيش اصلا عجلة من جوة تهتكل فلازم تكون شبه يكونوا كده وتالت طريقة وهي باديكو عادي خالص تعمل الطعمية على اديكو بس تكونوا بلنها مياه من قبل كده الزيت يا جماعة لازم يكون بارد وانتو كيين تشكلوا الطعمية الزيت يكون بارد تماما تكونوا فاتحينه يكون بس كده يكون زي دمع العين كده دا في سنة صغيرة قوي وبعد كده بعد ما تشكلوها بتعلو النور على اعلى درجة حرارة وبعد كده اول ما تقلبوها للناحية التانية بتبدأوا نكو توطوا النور تاني علشان العجلة تستوي من الناحية التانية تطلعوها بقى هتكون معاكو امرت بالمنظر اللي انتم شايفينه دا اللهم بارك ولا بتفك مني في الزيت ولا بحط عليها بيد اول ما بضروها ولا اي حاجة الحاجة الوحيدة اللي تقدروا تحط فيها البيض وهي اول ما تخرجوا الكيس من الفيرزر ولو مش عايزين كمان انكم تحطوا بيدا تقدروا انكم تاخدوها الكيس بعد ما يفكوا تدربو كويس جدا تاني في الكبة ضرب كتير قوي لحد ما اكنكم تكونوا عاملينها دلوقتي في الحالة دي مش مش هتحط بقى بيد هتاخدوها وتشكلوها على طول في الزيت اهم حاجة تمشوا على الخاطوات اللي انا قلتلكو عليها ولا بحط باكينج بودر ولا بحط بيد ولا بحط اي حاجة جربوا الطريقة دي بالزبط وهذا تفع معيكم حلوة واحلى مليون مرة من انكم تجيبوها من برا وارخص كتير جدا طبعا فيا رب تكون الطريقة عجبتكم وتكونوا استفدتم من الفيديو يلا قوموا تشجعي ونقعي الفولي الماتشوش بقى وابدأي تفرزات رمضان من دلوقتي عايزين بقى نفضي نفسنا لشهر العبادة اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين جربوا الطريقة وهستنى كمان تعليقاتكم ورأيكم في الكومنتات اشوفكم الفيديو القادم على خير واسبكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم